منع أو تأخير حدوث مرض السكر من النوع الثاني والإجابة هي نعم يمكن ذلك كيف يمكن ذلك هذا ما سنناقشه بعد قليل بعد أن أقدم لكم مقدمة بسيطة جدا في معنى مفهوم البرفنشن أو الوقاية أو المنع البرفنشن أو الوقاية لها في علم البيديميولوجي أو علم الصحة العامة ثلاث مستويات برايمري برفنشن ساكندري برفنشن and tertiary prevention البرايمري أو الأولي هو يختص بمنع حدوث المرض من الأساس سواء بوسائل عامة مثل التوعية والأكل الصحي وتنظيف البيئة أو وسائل مخصصة مثل التطعيم الساكندري أو الثانوي يختص بي الكشف المبكر عن الأمراض الموجودة في مرحلة ليس لها أعراض وقد طبقناها في الجلسة السابقة في الكشف المبكر عن السكر والترشيلي برفنشن أو المستوى الثالث من المنع هو منع أو تأخير المضاعفات أو تخفيفها أو اللي هو إعادة التأهيل للمضاعفات وكما سترون أو ترون الآن أن كل هذه الأنواع هي يمكن تطبيقها في السكر من أول منع الحدوث من الأساس أو تأخير الحدوث أو الكشف المبكر أو الكشف المبكر أو منع وتأخير المضاعفات نراجع سويا ما هي أهم عوامل الخطورة لحدوث السكر السكر من النوع الثاني من أهم عوامل الخطورة وجود تاريخ عائلي لمرض السكر زيادة الوزن الغذاء غير الصحي وقلة النشاط البدني أيضا زيادة العمر ارتفاع ضغط الدم العرقيات أو الأثنيات المحددة مثل جنوب شرق أسيا ومنطقة الشرق الأوسط ومرحلة ما قبل السكر لها المرحلة ما بين الطبيعي وما بين الإصابة بالسكر أيضا الإصابة بسكر الحمل أثناء الحمل وسوء التغذية أثناء الحمل بالنسبة للنوع الأول من السكر فمزالت العوامل الخطورة له غير مدروسة جيدا والعوامل الخطورة المدروسة حتى الآن هو وجود تاريخ مرضي للسكر من النوع الأول والإصابة بعدوى فيروسي طيب كيف يمكننا أن نستخدم هذه العوامل كيف يمكن الاستفادة منها بالتأكيد أن بعض هذه العوامل لا يمكن التحكم فيه أو منعه مثل وجود تاريخ مرضي أو العمر أو العرق ولكن أيضا كثير منها يمكن التحكم فيه وتعديله بما يتيح لنا تأخير حدوث مرض السكر مثل النشاط البدني وزيادة الوزن والسمنة والغذاء غير الصحي لا يوجد شك في العلاقة ما بين زيادة الوزن والسمنة وحدوث السكر الأول نعرف يعني إيه أوبيزيتي ويعني إيه زيادة وزن إحنا عندنا تعريف الأدق للسمنة هو الاكسس باديفات أو زيادة الدهون بالجسم والأدق وسيلة لأننا نقسها وأننا نقيس الباديفات أو الدهون أو الشحوم في الجسم بالدكسسكان نوع من الأشعة فيه طرق غير مباشرة مثل البي ام اي أو معدل كتلة الجسم والسكنفولد ثيكنس أو اللي هو مقاس التانية للجلد ثانية الجلد والويست السيركمفرانس اللي هو محيط الويست بنسبة لتصنيف منظمة الصحة العالمية للسمنة وزيادة الوزن على حسب بالبي ام اي أو معدل كتلة الجسم اللي هو عبارة عن الوزن على مربع الطول اللي أقل من 18.5 ده بنسميه underweight أو نقص في الوزن من 18.5 ل24.9 من 10 ده الأفريج أو متوسط والأوفر ويت لحد 30 ومن 30 ل39 ده obese grade 2 ومربط أوبيزيتي أو اللي هو السمنة المفرطة أو المرضية اللي هو فوق الأربعين في عندنا الويست السيركمفرانس وده مهم جدا لقياس الشحوم في منطقة الفسرة الفات أو منطقة البطن لأنه مرتبط أساسا بحدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية ما فيه شك في العلاقة ما بين زيادة الوزن والسمنة وحدوث السكر والشكل البياني اللي قدام حضراتكم ده بيورينا نسبة حدوث السكر في الأوزان المختلفة أو البي ام ايز المختلفة اللي هي عندنا فيه المحور الأفقي فيه كل من السيدات اللي هو بالبنفسجي والرجال اللي هو بالأحمر فعندنا مثلا فيه السيدات في معدل كتلة الجسم اللي هي أقل من 23 فيه أقل من 1 في الخمسين فيه أقل من 1 في المية بينما النسبة بتزداد تدريجيا لحد ما توصل ل 42 في المية عند معدل كتلة جسم 35 وكذلك في الرجال ولكن النسبة بتصل ل93 في المية للرجال اللي هم البي ام اي أو معدل كتلة الجسم أكتر من 35 علشان كده كل الارشادات للعلاج ومنع السكر كانت بتريكماند أو بتوصي بزيادة النشاط البدني إلى على الأقل 150 دقيقة من الرياضة أو المشي في الأسبوع مقسمة على معظم أيام الأسبوع وكان فيه ريكمنديشن أو توصية أخرى أكيدة بأن لمنع السكر أو تقليل حدوثه ينبغي أن كل شخص عنده أوبيزيتي أو أوفر ويت أن هو زيادة سمنة أو زيادة في الوزن أنه هو يخص من 7 إلى 10 في المية من وزنه الأصلي أيضا فيه يونيفرسل ريكمنديشن أو توصية عامة بأن الناس تاكل أكل صحي ترجع تاكل تاني زي الكلمة المأثورة اللي قدامنا يعني نرجع تاني ناكل طعام أغلبه من الخضروات وليس بكميات كبيرة دلوقتي النشاط اللي احنا هنعمله هو أن احنا هنرجع لاتنين من أشهر وسائل قياس عوامل الخطورة لحدوث السكر للناس اللي ما عندهمش سكر في الموقعين اللي قدام حضراتكم دول الموقع الأولاني هو برضو من الانترنيشنل ديابيتس فيدريشن وهو من الانترنيشنل ديابيتس فيدريشن من الفينش ديابيتس أسوشييشن مطلعة ريسك فاكتور تشارت أو وسيلة لقياس معدل الخطورة عند الناس الأصحاء أو الناس اللي ما عندهمش سكر قد إيه هم ممكن يكونوا عرضة لحدوث السكر وده عبارة عن زي أسئلة زي اللي انتم شايفينها كده السؤال الأولاني عن العمر فمثلا لو عمر الشخص اللي حضرتك بتحسب له معدل الخطورة أقل من خمسة واربعين بياخد صفر من خمسة واربعين لاربعة وخمسين بياخد نقطتين من خمسة وخمسين لاربعة وستين بياخد تلات نقط فوق الاربعة وستين بياخد اربعة نقط السؤال التاني عن البي ام اي او معدل كتلة الجسم اللي احنا لسه نقشينه فبرضو لو كان في الطبيعي اللي هو اقل من خمسة وعشرين بياخد صفر نقط لو كان من خمسة وعشرين لتلاتين بياخد نقطة لو كان فوق التلاتين بياخد تلات نقط وهكذا بتستمر الأسئلة ده سؤال عن اه او السؤال الرابع التالت الاول عن او محيط الخصر عندنا للرجال لو اقل من اربعة وتسعين او السيدات اقل من تمانين بياخد صفر وبيزيد بالنقط كل ما محيط الخصر بيزيد السؤال رقم اربعة هل بتمارس نشاط على الاقل نشاط بدني او رياضي على الاقل تلاتين دقيقة كل يوم ولو كانت الاجابة بياس بياخد زيرو ولو نو بياخد نقطتين طبعا كل ما نوقد بتزيد كل ما عامل خطورة بيزيد السؤال الخامس هل بياكل او شخص ده بياكل اه خضروات وفكهة اه كتير لو كان برضو بياكل كل يوم ياخد زيرو لو مش بياكل كل يوم بياخد نقطة زيادة لعوامل الخطورة بتاعته السؤال السادس هل بياخد ادوية للضغط لو بياخد بياخد نقطتين لو مش بياخد بياخد صفر السؤال رقم سبعة هل عنده السؤال رقم سبعة هل عنده اي ارتفاع في مستويات الجلوكوز في الدم او كان عندها ارتفاع في مستوى جلوكوز اثناء الحمل لو بياخد خمس نقطة لو الاجابة بلا بياخد صفر نقطة السؤال رقم تمانية هل في قريب من الدرجة الاولى في الاسرة او اقرباء من الدرجات الاخرى كان عندهم اي نوع من السكر سواء من النوع الاول او النوع التاني لو كان مفيش ياخد زيرو لو كان من الدرجة الاولى بياخد من الدرجة التانية بياخد تلات نقط لو من الدرجة الاولى بياخد خمس نقط في الاخر بنجمع النقط اللي خدها ونحطها في المربع ده اللي هو لو كان اقل من سبعة ده في يعني قليل جدا يعني اقل من واحد في المية وبيزيد النسبة لحد ما يوصل من اتناشر لارباحتاشر يبقى مدرت او متوسط يعني تقريبا واحد من كل ستة عندهم المؤشر ده هيبقى عندهم السكر لو معدلات الخطورة او المؤشرات ده هي النقط اللي اللي الشخص خدها كانت من خمس تاشر لعشرين يبقى عندنا او معدل مرتفع ان تقريبا تلت يعني تقريبا تلاتة وتلاتين في المية خطورة لو كان اكتر من عشرين ده او مرتفع جدا يعني تقريبا خمسين في المية اه في خطورة ان هو اه يكون او يحصل عنده سكر المؤشر التاني ده اه مؤشر باسم الشعار العالمي للسكر وهو الدائرة الزرقة فهي اسمها او الاختبار الدائرة الزرقاء والاختبار بيسأل هل تعرف معدلات الخطورة اللي لديك لحدوث مرض السكر ولو دست على او كي كده هتشوقها تبدأ الاسئلة قدامنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة اسئلة كل سؤال بيسأل هل انت عندك نشاط بدني اه الاسئلة بتقول يعني الاجابة يعني انا بعمل ولا لا انا هصلح من نفسي وهكذا بتستمر الاسئلة بطريقة تفاعلية هل انت بتعمل النشاط ده هو او النشاط الوقائي ده ولا هتعمله وبيقولك هتعمله بطريقة بطريقة النصائح فممكن كل حد برضو يجمع نسبة استعداده او خطورة استعداده للسكر من الدايرة الزرقاء من اختبار الدايرة الزرقاء سواء لنفسنا او لأصدقائنا او لحد من العائلة وبكده ننهي هذه الجلسة الاخيرة في الاسبوع الاول لمضاعفات القدم لدى مرضى السكر سيظل معنا مفاجأة الاسبوع الاول وهو لقاء او انترفيو مع احد خبراء السكر في مصر والوطن العربي القاكم على خير في الاسبوع الثاني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة